الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحتفي بهذا اليوم الميمون من مطار الشهيد سبيرة ونحن نستقبل هذا الوفد القادم إلينا من مدينة السينيغال إلى مدينة الجنينة جنينة الشيخ أبو القاسم هنا نرى الحشود وهي تحتف تقول لا إله إلا الله ولسان حالهم يقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراتك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم إذن متابعة طيبة أتمناها لكم من داخل مطار الشهيد سبيرة شكراً لكم ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر لا نانسي قنقر 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله للمناصة لنERO كل النازل على العين والرس كلكم ضيوف لحازي الحضرة التجانية كل الناس يطلق لحازي الحضرة التجانية كاي إنسان خليه كلنا نمسك مواقعنا يا أخواننا نمسك مواقعنا كلنا يا أخواننا والناس الواقفة بالأجنابتي يعريت لو قاعدت تحت في ناس وراكم دائرة شاهد الناس الواقفة بالأطراف يا أخواننا يعريت تكون تحت مرة تانية يا أخواننا بالنسبة للناس الموبائلات بيصور الناس العاديين في كاميرات وفي قنوات رسمية شغالة شغلنا واحد واسقه من الألف للياء أشاركين أيضا لدينا موبائل خاص يكون قاعد في موقع ويرفع موبائلو يا أخواننا حتى ما نزيج الناس الوران لسه ما زال في ناس واقفة وحاجة مطقن لسه إننا ضيوف بر ما أقش لسه إننا ضيوف بر يا أخواننا ما دخل حظنا نكرمكم يا أخواننا هذه هي حضرة سيدية أحمد التجاي حضرة سيدية الحديث الحديقة دي لحد الوادي لا بد يا أخواننا المنظر ده والله يا أخواننا ما بجبع الحضرة كون لكم يا أخواننا أي دول عنده دي إباجة عنده أي حاجة تعالوا لينا بور الكراسي دي في طيوف لسه ما أقشوا يا أخواننا طيب يا أخواننا الغرفة دي والحدة دي أخواننا أخواننا الإعلامين الناس التهنين ملينا وخلنا الإعلامين ملاقين كرسي ملاقين مهلية كيفوا فيهم أي يزول هنا حتى لو أنت دي إباجة يا أخواننا جزاك الله الفخير تعالونا بوره خلوا لنا لأنا الإعلام لأنه يحتاجين لومي واسقوا لينا لحد الزر أهلا وسهلا بيكم يا أخواننا أي يزول جل محلنا والله على الإن والرص كلكم ضيوبنا وأحبابنا وأهلا بيكم في حضرة الخليفة ما زال الوقوف يعني جد دعمل حضرة كبير يا أخواننا نأخذ مواقعنا والناس في المدخل يا أخواننا في ناس في الأعربات للسة ما دخلت الشرطة والناس النظام ساعدونا يا أخواننا ساعدونا ساعدونا بالنظام كل الناس الفي المدخل خيمدي ورفاضي يا اخوان عليكم الله الخيمدي ورفاضي يا اخوانا شباب الكلام دي لكم مشايخنا الله يكرمكم يا اخوان اي الله يكرمكم يا اخوان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يليق بجلال عزته القيومية اللهم إني أسألك بك منك إليك سؤالا يليق بجلالك وجمالك وكمالك أن تصلي بصلاتك على مظهر الجمال وجوهر الكمال سيد الرجال مع دين الكرم والإفضال محمدك المحمود ومطلوبك الموجود وعلى آله حق قدره العظيم عندك يا عظيم ورضي الله عن القطب المكتوم والبزخ المحمدي المعلوم سيد أحمد بن محمد الاتجان الشريف الحسني ورضي الله عن خليفته على الإطلاق ووارس سره ومفجر فيضته سيد الحاج إبراهيم نياس القول أخي رضي الله عنه وعنا به أمين وبعد السيد والي ولاية غرب دارفور وأعضاء حكومته أساد أعضاء لجنة أمن الولاية أساد قيادات العمل التنفيذي بالولاية الإدارة الأهلية السجادة التجانية بالولاية قيادات الطرق أو مشايخ الطرق الصوفية والمقدمون الأحباب والمريدون العاشقون الوامقون سلام من الله عليكم ورحمته تحفكم خيرا وميرا وبركا اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحبت رحابا يتجاوز حدا لا منتهى بفضيلة وسماحة الشيخ الأكبر والعلم الأشهر التقي الأبر والبهر الغطنطم الذي تدلت من أسفل أخمصه يوافق المشفى وتسنم باكرا فنن العلا وشماريخه سيدي الشيخ محمد الماهي نياس الكولقي رضي الله عنه وعن أبيه أمين ووفده الميمون من المشايخ والأكابر من أرض المحبة أرض شرقيت موريتانيا ومن بلاد العلم نيجيريا ومن بلاد المحبة بوركينفاسو ومن مهد الفيضة التجانية جمهورية السنغال والوفد المركزي من ولاية الخرطوم أقول لهم هللتم أهلا ونزلتم سهلا وطبتم مقاما في مدينة الفيضة مدينة الشيخ أبو القاسم إبراهيم وأنتم بيننا كفراق جثريا رفعة وعلوة تغم رسوح الجنينة وهجا وبريقا متمددون في مسام الروح كزهر الربيع ينضف عبقا وأريجا وكهبات در انتظمت في عض النضيط يوشح جيدها وقد اعتطفت دسار الفيضة الإبراهيمية كعروس في ليل زفافها تمشي تمشي على كتف النجوم صرابخا وتسير في درب المجرة نيلة من بعيد لاقوق بالسلاح والخيل والبوارج جات تحمل التهليل النساء ورجال جوك بسل السيل الدرب مقروب منتعي لحفيان وظماء الناس من بعيد لاقوق يا دهب شمقول انت وين بالقوق انت يا الرحمن ناس لجات من فوق وانت نور من نور مش فقط إنسان حلم سيد الخليفة ها هم الأحباب والمريدون التوكى من كل فج من فجاج هذه الولاية العالوة ومن الشقيقة تشات راجلين وربانا يهدوهم أمل لقائبكم وقد عبروا مفازة النفس وجابية الأشواق قد تمت حصادا ومدت ذهاقا فارتوى الأشاجعها بكف تردب بصادة لعشق الإبراهيمي على رداء القلوب فتراهم وقد استوقدوا جذوع المحبة على مراجل الطريقة ونفوسهم معطاشة لتغرف من فيضهم الذي لا ينضب وتلعق من رهيق مياسمه على اللطائف ونهل المعارف كي ترقى إلى شعابي بحضرة الإلهية حيث العضور والشهود والتحقق ألم إلى البحر المحيط وتترك سواقيا لا تدي ضماء لمن شكا هلموا إلى نظرة منه تغسل عنكم أوزاركم وكدر نفوسكم وترفعوا عنا الإحن والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن فالقوم أينما أناخ ركابهم حل السلامة والأمنة والطمأنينة وفاد الخير والميرة والرفاه إذن هنيئا لكم أهل الجنينة وطوبى لكم ويا بخ بخ وخير مفتده لهذا الحيث الجامع آي من ذكر الله لكن يتلوه على مسامعكم فضيلة القارئ الشيخ إدريس إبراهيم فهل لا تكرمت شاكرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا ركعوا وازجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلسون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم يا أهل الجنين أتاكم الفيض الذي يهبوا الهداية كل قلب أجرتي إن تسألين جنين عنه فإنه سر لفيضة أحمد بن محمد سر من النور السني سطوره تجل الغشاغة عن فؤاد الملحد بالشيخ جئت وأنت لم تك غيره وهو المردد ذكركم والمرشد الشيخ يظهر فيك دون تسدر أو أنت تظهره بحكم المشهد وما زلنا نمخر عباب بحر الفيضة الإبراهيمية نتصيد لآل الحروف ونفائسها علها تنتظم معانيا تجسد هذه اللحظة ومعانيا تأسير القلوب وتسحر الألباب الآن كلمة رئيس اللجنة العليا مدير الشؤون الدينية ولقاف سيدي محمود الطيب أبو القاسم فهل لا تكرر تشاكرا الحمد لله والشكر لله وما بكم من نعمة فمن الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد الفاتح الخاتم السابق الناصر وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السيد والي ولاية غرب دارفور وأركان سلم اللجنة الأمنية المقدمون الأفاضي الخليفة محمد إبراهيم أبو القاسم خليفة السجادة الجيانية بالولاية الطرق الصوفية الإدارة الأهلية المرأة الجمع الكريم بمقاماتكم السامية جميعكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا أنسى حفظة كتاب الله الكريم والعلماء الأجلاء والضيوف من المحليات ومن الجارة شات ومن أفريقيا الوسطى وكل الحضور السلام عليكم مرة أخرى ورحمة الله وبركاته أيها الجمع الكريم إن من دواعي سروري أن أرحب نيابة عنكم جميعا بسماحة الشيخ العارف بالله مولانا الشيخ محمد الماحي ابن شيخ الإسلام الحاج إبراهيم ابن الحاج عبد الله الكولخ ووفده الميامين من العلماء الأجلاء من دولة موروتانيا وبركين فاسو ونيجيريا والنيجر وكل الضيوف الكرام الذين وفدوا أو قدموا معه من الخرطوم جميعكم السلام عليكم مرة أخرى ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم ثم مرحبا بكم ثم مرحبا بكم في مدينة الجنينة ولا يفوتني أن أتقدم إلى مجلس السيادة باستضافتهم لهذه الكوكبة النيرة من العلماء وحفاوتهم لهم جزيل الشكر والتقدير كما لا يفوتني أيضا أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الجننار السيد الوالي خميس عبد الله أب بكر باستضافته لهؤلاء الكوكبة من العلماء وبحفاوته لهم فجزاك الله عنا خير الجزاء كذلك الشكر موصول للأجهزة الأمنية ومدير الشرطة والاستخبارات والأمن والمخابرات وكل لجنة الإعلام وغيرهم جميعكم لكم الشكر الجزيل أيها الجمع الكريم نحن في هذه الولاية ولاية غرب دارفور هذه الزيارة ضمن الزيارات أو ضمن أنشطة الإدارة العامة للشؤون الدينية التي تهدف إلى إرساء قيم السلام والتعايش السلمي ونبذ العنصرية والقبلية والجهوية ولا يخفى علينا جميعا حال مدينة الجنينة في سابق الأيام تعتبر هذه الزيارة دعوة قوية للعفو والصفح والتسامح ونسيان مرارات الماضي إذن هي صفحة الناصعة البيض لمدينة الجنينة بعد هذا الحدث التاريخي والديني المهم لتتوالى عليها الخيرات والبركات ويعمها السلام من كل حد وصوب فالإدارة العامة بأئمتها ودعاتها وطوائفها الدينية وطرقها الصوفية بمختلف مشاربهم عبر منابرهم دعوتهم إيجابية لتوحيد الصف ولم الشمل ونحن على يقين تام وثقة بالله أن هذه الزيارة ستكون بإذن الله بردا وسلاما وأمنا وأمانا وطمأنينة واستقرارا على هذه الولاية لاسيما وقطوة أقدام خليفة الشيخ إبراهيم سيد الشيخ الحاج الماعي لهذه الولاية أيها الجمع الكريم إن هذه الزيارة ليست وليدة الساعة وإنما هي امتداد لزيارات سابقة لمولانا الشيخ الحاج إبراهيم في مطلع الستينيات قبل نصف قرن من الزمان حيث كان لقاء الشيخ للشيخ أبو القاسم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا في الجنينة هنا في الجنينة كان اللقاء على بعد أمتار من هذا الموقع حينها أنشد الشيخ أبو القاسم إبراهيم بمجرد رؤيته للشيخ قائلا أذاك سراج أم ذكاء على قنن خليلي برهام على فيضه الزمن يذكرني لقياه يوما بطيبة على دكة الأغوات صاغ لي الأذن وممتلئا شوقا بحب محمد يردد ترفا للرياض على شجن تساررني نفسي بهذا محمد وهذا مرب الوقت طوبى لك الحسن فقمت لها رقصا وطوبى لي الحسن وقلت له طوبى وطوبى لي الحسن ثم تعانقاه وقال له الشيخ أقمتك مقام نفسي وبشره ببشرات لا يسعني ذكرها في هذا المقام فهنيئا لنا أيها الجمع بهذه الزيارة الميمونة المباركة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون زيارة خير وبركة لهذه الولاية وللسودان عامة الزيارة زيادة واللقاء لقاح دمتم كما رمتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حين تستبسل الكلمات وتختلج في عماقنا زرافات من الهمس المسموع ليهدي في أذهان الجميع هنا ترتحق على مشارق الطريق إشراقات أمل وثناء براق يستنير به آفاق المدارع وفيد زخيرة علمية ينحل منها الجميع يرتحق منه كل طواق للمعرفة وفي زمن يستبسل ويسترسل ثقافة واطلاعا ومتحا نأخذكم معنا أبرى هذه الاتكاءة مديح نبوي مع الشيخ المادح أبدالله المشري من مورتانيا ألا تكرر ترجمة نانسي قنقر نسي قنقر نسي قنقر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهاج إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم هو المصطفى المختار خالط مدمره وكلي وجزي فهو سري ومظهري هو المصطفى المختار خالط مدمره وكلي وجزي فهو سري ومظهري إذا ضاء ضو البدر ملت لذكره وأذكره في غيبتي مثل محضري وأذكره عند الأغاني وإن حلا مذاق فهو عمري مدابي ومسكري وأذكره عند البلاء ونقيضه وأذكره في غيبتي مثل محضري وأذكره عند الحبيب ولم أكن لأنساه وقتا أجنبي مكدري ولست وراء مستحسنا غير وجهه فليس جمال غير وجه المدثري مرادي كون المصطفى عين عينه وإلا بموتي في شوق العصري ولولا التذاذ في الجنان بنوره لما حنى نحو الخلد كل بصري وليت رسول الله كان مسعرا لبرهام نارا خالدا كل مسعري وليت رسول الله كان مسعرا لبرهام نارا خالدا كل مسعري وليتي كالسرطين عدلين فوقه وليتي كالصديق ليتي كجعفري وليتي أكون اليوم شربة مائه وحامل كاس للبشير لنوري وليتي أكون اليوم ترمة عليه وليتي عراك للأمين البشرين أعلّل نفسي بالوصال فعلّو يجود بوصل للرقيق المحرّي صلاة وتسليم عليه بقدره معلّل والأصحاب غير مبتن الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله ألا يا رسول الله جيت معلّقا عليك شهون المنتبين واشرحون فآخر مبعوث وأول شافع وأول من يعل الجنان فتفتحوا الله 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 يا الله ألا يا رسول الله جيت معلّقا إلى ذلك عليك شؤون المنتبين وأشرحوا فآخر في أهتم وأ الخيط وأربّ jurّك شافع خادم الباب شاعر فأرجو التباتا لا أذلو وأكلحوه متى قمت وسط الأنبياء مشفعا هنالك أشدو بالثنى وألوحو متى قمت وسط الأنبياء مشفعا هنالك أشدو بالثنى وألوحوه هناك تذكر يا شفع مقصرا هنالك أشدو بالثنى وألوحوه الله، 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 يا الله وإن سألوا قد زرتم القرم عاقبا وهل أدحف الزوار منه مواهبا فقد كان عند الناس شرقا مغربا وقد طالما أولى الغنى والمكاسبا شكرا سيدي عبدالله المشري وما زالت فقرتنا تتوالى عليكم ونحن نجوس بين حدائق الفيضة التجانية ورياضها الغناء نتنسم عبق أزاهيرها ونتفيأ ظلال أفانينها ونلعق من شهدها المذاب بين ثنايا ثمارها لتروى أو لترتوي أنفسنا من صداها وترقى إلى حضرة الرب الرحيم إلى هنا المساحة القادمة كلمة السجادة التجانية بولاية غرب دانفور يقدمها الشيخ الخليفة محمد إبراهيم أبو القاسم فهل لا تكرمت شاكرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراتك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقتاره العظيم يا همة الشيخ احضره لنا في هذا المحضر والتعطفي بنورة تأتي لنا بالظفر ورضي الله عن شيخنا ووثيلتنا إلى ربنا ومولانا الشيخ أحمد ابن محمد التجاني الشريف الحسني ورضي الله عن خليفته وحامل سره وفيضته الكبريت الأحمر والعالم الأشهر أبي عبد الله الشيخ بجميع مراتبه ومقامه شيخ الإسلام وسعادة الأنام أبي عبد الله الشيخ بجميع مراتبه ومقامه الشيخ إبراهيم ياسا الكولخ رضي الله عنه القائل فغادرت أوطاني وأهلي وأسرتي أيوب الفلى لم أشك قدت كلالا علوت البحار الزاخرات وإنني علوت القرى والمدن بلها الجبال أروم رضا البارئ لنصرة دينه وأبرز للجين الجديد المثالة السيد والي ولاد غرب دارفور وعضا حكومته الموقرة بجميع مقاماتكم ومراتبكم السامية مشايخنا وعلمائنا الكرام الكوانة حفظة كتاب الله الكريم أيها الجمع الكريم رجالا ونساء أحباب رسول الله جميعا أحييكم بتحية الإسلام الخالدة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتكم أيها الجمع الكريم جئنا اليوم وقلوبنا تملأها الفرحة ونفوسنا يغمرها السعادة والسرور والبهجة في هذا اليوم المبارك وفي هذه المناسبة الكريمة ومن هذه المنصة باسم مشيخة السجادة التجانية بولاة غرب دارفور نقدم صوت الشكر والعرفان الجميل لمجلس السيادة الذي قدمت تعوى لديوخنا ومشايخنا الكرام لهذه الزيارة المباركة والشكر موصولا أيضا لحكومة ولاية غرب دارفور وعلى رأسها السيد الوالي الذي رحب وأمر بترتيب وتسهيل أمر الزيارة إلى حاضرة الولاية ومن هذا المقام نرحب باسمكم جميعا بسيدي الخليفة الشيخ العارب بالله خليفة صاحب الفيضة الإبراهيمية الأحمدية التيانية سيدي محمد الماحي إبراهيم نياسى الكولخي رضي الله عنه ووفده الميمون المبارك نقول لهم هللتم أهلا ونزلتم سهلا تبتم وطاب مقامكم بيننا مرحبا بكم في مدينة الشيخ أبو القاسي مرحبا بكم في دار دوكة دار السلطنة هنيئا لنا بهذه الزيارة هنيئا لنا بزيارتكم زيارة خالصة لله بالله لله سبحانه وتعالى لا لأجل الدنيا أو سلطة زيارة لتوتيد العلاقة وأواصل المحبة والألفة والوئام بيننا وتفقل أحوالنا زيارة أثلجت صدورنا وبثت فينا روح المحبة والترابط فيما بيننا وزرعت فينا البهجة والسرور وذكرتنا بزيارة الشيخ إبراهيم رضي الله عنه للجنينة فالعلاقة بيننا قديمة تمتد منذ السبعينيات القرن الماضي والذي اجتمع فيه صاحب الفيضة ومولانا الشيخ إبراهيم نياس الكولة رضي الله عنه ومع الشيخ أبو القاسم في زيارته إلى الحج وذكر الشيخ أبو القاسم هذه القصيدة التي ذكرها قبل قليل الأخ الشيخ محمود الطيب أبو القاسم فهذه القصيدة تقول أذاك سراج عن ذكاء على قنا خليلي أبو رهام على فيضه الزمن يذكرني لقياه يوما بالطيبة على دكة الأغوات صاغية لها الأذن وممتلئا شوقا بحب محمد يردد طرفا للرياض على شجا تسارر لنفسي بهذا محمد وهذا مرب الوقت طوب لي الحسن فقمت لها رقصا وقلت طوب لي الحسن وقلت لها طوبى وطوب لي الحسن ففرح الشيخ بهذه الزيارة وبهذا الاستقبال وتعانقا وتبادلاء التحايا والسلام نرحب بكم سيد الخليفة مرة أخرى نحن سعداء بكم أنتم اليوم بين أحبابكم وأحباب شيخنا مولانا شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم نياس قدس الله سرة جئتم إلينا وأنتم تحملون لنا الخير والبركة وتشهدون لنا بأننا قد رأيناكم محبة في الله ورسوله وشيخنا الدياني وخليفته الشيخ إبراهيم نياس سيد الخليفة إن هذه الوجوه النيرة جاءت من جميع أنحاء الجنين ومن أريافها وقراها البعيدة لاستقبالكم والترحيب بكم سيد الخليفة فإن العلاقة بين السودان وغرب أفريقيا علاقة لها جزور ضاربة يشهد له التاريخ في عمق أفريقيا للعلاقات التي جمعت بين مشائخ الطريقة التجانية من أقصى السينيغال ونيجيريا ومورتانيا وتشاد مرورا بأرض السودان الجنينة هي البوابة الغربية لحمل لواء الطريقة التجانية وفيضتها سيد الخليفة كما تعلمون أن العالم كله يمر بأزمة وضيق في جميع جوانب الحياة المختلفة والسودان بصفة عامة وولايد غرب دارفور بصفة خاصة شهدت نزاعات قبلية وزعزعة في الأمن والاستقرار مما أثر هذا الوضع على حالة البلاد الاقتصادية والاجتماعية وأمنها واستقرارها ومما أرخى أثقاله على كاهل المواطن والوطن وأصبح سببا للفرقة والشتات سيد الخليفة جئتم والآن إلى السودان من أجل الطعادد والمؤازرة نسأل الله جل وعلا أن تكون زيارتكم هذه بردا وسلاما على السودان ببركتكم وخالص دعواتكم لنا وأن يحفظ الله السودان من كل بلاء وفتا ومحا وأن يديم الأمن والسلام والاستقرار والرفاة أيها الجمع الكريم وفي الخطام لا يسعني إلا أن أتقدم شكر الجزيل والعرفان الجميل وكل الود والاحترام الوالي ولاد غرب دارفور وأركان حكومتي على الترحيب والاستضافة وتقديم الدعم لهذه الزيارة وأخص شكري وتقديري لللجنة العليا لاستقبال ضيافة الخليفة لجميع فروعها الحكومي والمدني على الجهد الكبير الذي غزل من أجل استقبال ضيوفنا الكرام وأخص أيضا بالشكر والعرفان الجميل إخواننا التجار وجميع زوايا الطريقة التجانية والطرق الصوفية عامة للولاية وكل من ساهم معنا بنفسه وماله ووقته والتحية والشكر للنساء لمشاركتهن معنا في الاستقبال وإعدادهن الطعام والمساهمة بأنفسهن وأموالهن وأبزل خالص شكري وتقديري للحراسات الأمنية التي ترافق الضيوف في حلهم وترحالهم نسأل الله العلي القدير أن يجعل كل هذا الجهد والعمل الخالص في ميزان حسناتهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أطى الله بقلب سليم جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلمة وفاة لأهل العطاء سيد الخليفة باسم أهل الجنينة نشكر كل الشكر سيد الشيخ عبد الله الماحي الذي مكس معنا أربعة أشهر صلى بنا التراويح في رمضان المعظم وقضينا معه الليالي الملاح فصار واحدا منا ونشكر جهوده المبزولة والتي بزلت من أجل إنجاح أو زيارة الخليفة للسودان ووليات البداثور فله منا كل الشكر والتقديم ربما يعتلج مقولي وتأبى البلاغة والوصف أن يد نوالي وربما تمنعت الأحرف في أن تطرس لتبلغ حد الوصف وتبلغ حد السناء والإمتنان لرجل همام كان له القدح المعلى في إنجاح هذه الزيارة بهمته العالية وتفانيه قائد السفين حاد الرب قائد هذه الولاية سيد والي ولاية غرب دارفور خبيث أب بكر له منا كل الطحية والتجلة نسأل الله أن يسجد خطاه ويعينه فهو كان ساعدا أمينا في أن تكون هذه الزيارة واقعة الآن المساح لك سيد الوالي في أن تخاطب مواطنو هذه الولاية وأن تقدم الخليفة العام للفيضة التجانية سيد الماحي للمريدين والعاشقين الوالقين الوالهين وهلا تكرر شكرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رد العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا خادم الأنبياء والرسل عليه أتم السلام اليوم نحن في ولاية القلب دارفور بسم حكومة الولاية التنفيذي والأمني باسم مواطني والمواطنات هذه الولاية باسم مشايقنا ولاية قلب دارفور أسمح لي باسمكم جميعا مراهب سماحة الشيخ محمد الماهي وأسرته الكريمة وكل الوفد المرافق من المشايخة من قرب أفريقيا من مورتانيا بركينفاسو نجيريا سنغال وقياداتنا من الخرطوم هذا اليوم يوم يوم تاريخي لولاية قرب دارفور هذه الولاية ولاية السلام ولاية محبة ولاية تأيجة سلم لذلك سميت هذه الولاية بوابة لقرب أفريقيا بوابة لقرب أفريقيا إذا ذكرت تجانية في سودان لا تقدر تذكر وإلا تقول شكنا أبو القاسم الله أكبر أنا كنت بقول الطريقة التجانية رأسو في أفريقيا في قرب أفريقيا جنين هي سرط جنين هي سرط تجانية أنا ذكرت هذه الولاية ولاية السلام لذلك سميت هذه المنطقة جنين ولكن في فترات الأخيرة أنا قبل قلت دخل اليوم الشيطان شيطان ولكن أتى من وين ما في حتى يعلم نحن اليوم أنا قلت صعيدين لأننا كنا أحوج الناس بزيارة سماحة الشيخ بحد الكوكبة هذه الولاية هذه الولاية بشعبه كان أحوج الناس أنا متأكدين جدا حزي زراية هذه الزيارة له ما بعد له ما بعد مشايخنا من قرب أفريقيا هذه الولاية كانت منارة ولا زال منارة منارة القرآن منارة الحفظة القرآن ومنارة التجانية ولكن أيضا دخلوا في ظروف غاسية ظروف غاسية جدا هؤلاء الناس محتاجين أنتم تقفوا معهم بدأوا أدكم بدأوا أدكم اليوم ما يومي أنا سنتكلم ولكن نحن والله ما كنا مفتكرين يوما ما يجينا زيارة خليفة الشيخة الدجانية ما كنا مفتكرين وحتى عندما سمئنا أنا ما كنت مصدق ممكن يكون واقع ولكن رفت هذه الزيارة قائم عندما مشيت الخرطوم أول ما تخذت الفندق وجدت الأحباب فقالوا لي هنا لجنة الأولية لإستقبال سماحة الشيخ لذلك أنا استعجلت من خرطوم أجي هنا عربت مع الأخوان لزيارة هذه الزيارة أنا زي ما قلت له مع بعض أنحنا محتاجين يسمع من الشيخ ولكن هؤلاء الناس لذلك هؤلاء جاءوا هنا فقط يستمعوا لك وهم مريدين لك يا شيخنا هم مريدين لشيخنا وشيخة الدجانية الله أكبر الله أكبر نحن نتمنى إن شاء الله الزيارة نستفيد منها جميعا هذه الزيارة يجب أن نستفيد منه كل الكلمات الينغال من فضيلة الشيخ لما أنا في هذه الولاية تأخذ مسؤولية جاد توسل هذه الرسالة كل الأركان لها هذه الولاية بمحليات التمانية المحضر هنا يسمع منكم إخوانهم إحنا لا يمكن بأي حال من الأحوال والمشايخنا بعد ذلك يجب أننا نتحمل مسؤولية جميع محبة لقرب أفريقيا هذا ليس مسؤولية الحكومة بل إنما مسؤولية الشعب شعب أنتوا تبقوا رسل لهذه الولاية عشان تبقوا رسل ليس رسالة الحرب بل إنما تحمل رسالة السلام والمحبة ما فقط لهذه الولاية بل إنما سودان وقرب أفريقيا أجمل أنا شاكر لكم كثير جزاكم الله خير قبل ما أنا أختم أقدم سؤال الشكر كل الذين نظموا هذه اللقاة من لجنة الأولية والمساعدين والأجهز الأمنية أنا شاكر لكم كثير أنا قبل ما أختم أقدم فديلة الشيخ هؤلاء الناس منتظرين يسمع منك تتفضل في المحبة والدماء أعلم 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 لينها إلا الله لينها إلا الله إلا الله لينها إلا الله هاني علي إبراهي ولا حاهل الله إلاها إلا الله لينها إلا الله بسم الله لو قعد ماري يا حيو استعاد الله عليكم رحمة الله وبركاته أشكركم على الأشخدرون القريم اللي جاءوا لإستقبالنا والوفد المرافق لنا من غرب إفريقيا كما سمعتم من الذين خطبوا وتكلموا عن الوفد الذي جاء إلى درفور يحلل في قلبه أمل أن يجد إخوانهم الترفوريون على أن السلام هو الذي قدر أن يأتي بنا من سنجال الممولتانية إلى هنا الله وأن أعلم أن هذا اليوم الذي أرى الناس يتمعون في هذا الحر الشديد يصبرون تحت الشمس يصبرون في عطش يصبرون ويعملون أن السلام جميعا إلى السلام لا بد أن الله سيكتب لنا الله أكبر يس وأن هؤلاء هم جند رسول الله الذين كانوا معهوا أيام الشيء لا بد أيضا أن رسول الله جعله جنده هنا يصبرون تحت الشمس تحت ضربات الشمس والعطش وكل شيء وصولا إلى خدمة ما فيه للإنسانية منفعة وما فيه للإنسانية نصر والإنسان كما قلت بالأمس لم يكتب ليخهر إنما الإسلام وإنما الإنسان دائما هو الذي يغلب أن الله جعل له وخلق فيه عناصر الانتصار على كل شيء وقلنا أن المشكلة لا تدوم إن المشكلة ستنتهي خاصة بهذا العسم الذي أرى أمامي أن هذه المشكلة الله أكبر نحن نعلم أن جماعة هنا مسلمون يصلون جماعة هنا مسلمون تجانيون يقرؤون أورادهم ووظائفهم جماعة هنا يقرؤون ويتعلقون بمشايخهم وأولياء الله تعالى ومحبة رسول الله كيف تتنعوا هذا مع الشيطان في قلوبنا كلا كيف هل هذا من غفرتنا هل هذا أننا نحن هذا الذي نعمله هذا الذي نصلي لا نعرف ما ما نصرى الصلاة إن الصلاة تتنعى عن الفحشة هل نحن لا نعرف ونحن نصلي على رسول الله أن هذه الصلاة يجب أن تجعل فينا نورا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستطيع أن نجنب لأنفسنا وعلى أنفسنا ظلم غيرنا وتحدي على غيرنا هذا هو الذي جعلنا نصلي على رسول الله الذي جعلنا نجتمع حول مشايخنا وحول أولياء الله تبارك وتعالى نتبرأ منهم نتبرأ منهم لا لشيء في الدنيا ولكن إنما لذات أنفسنا حتى نصلح أن نكون إباداً لله تبارك وتعالى كما ندائي فالعبد فعبد الله تبارك وتعالى يقول الله له لا تقتل لا تقتل نفساً بغير نفسي لا تقتل نفساً ظلماً ومن قتل النفساً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها خالداً فيها هنا لا تشعرك الصلاة على رسول الله ولا تشعرك صلواتك ولا تشعرك ولا تشعرك إنما ستشعرك أنك لا تقدم إلى هذا الذي منع الله أن تقل ما إليه من قتل نفساً فكأنما قتل ناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا ناس جميعاً وهذه الوجهة التي أقابلها في هذا المكان وتحت هذا الشمس المحرقة وهذه الكلمات الطيبة خاصة من الذي كان يملك ميكرافون حقيقة سمعنا من الكلام من طيب الكلام وسمعنا من المعاني أن يقتل وسمعنا أيضاً ما يبشر لأن هناك إنسانية عظيمة موجودة في خلودنا هناك في ترفون وفي غير درفون أن هناك خلود مطلئة بحكم بحير بحب الله بحب رسول الله وقال الحاكم إن الشيطان هو الذي داخل بيننا ولكن كيف وصل الشيطان حتى يقتل إلى التموين وحتى نقتل بعضنا بعضاً كيف وصل الشيطان إلى هذه المسطرة والشيطان ملعون بألسنتنا والشيطان ملعون لأجلنا فكيف الله تعالى يرعن الشيطان لأجلنا ونحن نوالي الشيطان كيف نوالي الشيطان كيف نترك كل الشيطان سبيلاً إلى قلوبنا حتى ننسى الله وننسى أوامره ونقتل والله يقول لا تقتل إذن فأنت تركت أمر الله تبارك وتعالى وبعت الله تبارك وتعالى واشتريته من الشيطان وهذا أيضاً شيء مخيف لو تفكرت فيه الشيطان أمر والله أمر فتركتم أمر الله واتبعتم عند الشيطان فماذا فعلتم ماذا فعلتم في الواقع أنكم بقتموا الله واشتريتم الشيطان بنفسكم وأموالكم وإرادتكم وشهواتكم ما جزاءه هذا من قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل نفس جميعاً ومن يقتل مؤمن متعمداً فجزاءه جانم خالداً فيه وغضب الله عليه ونعنه وعدله عذاباً الله شوف من قتل نفسك هذا جزاء الله أعطب الله عليه ونعنة الله عليه وأنه مبعد وأنه مقلب في النار سواء مسلماً أو غير مسلم لأن الله هو الذي أمره لا تخطو فتركت أمر الله وتبعت الشيطان وتبعت نفسك وتبعت هواك فما جزاءه لانك سيقول لك الله أنا أمرتك والشيطان أمره وتبعت أمر الشيطان وتركت أمري الله أكبر ونحن لا نحبه كلنا أن نذهب مع الشيطان نحب أن نذهب إلى الطريق الحقي إلى الطريق الأولياء الذين نحبهم فمحبة أولياء الله تبارك وتعالى والصالحين من إباد الله هو الذي جاء لكم تحت هذا الشمس الله أكبر نياس ولا تشعرون بالشمس ولا تشعرون بحرارتها إنما تشعرون في أنفسكم حرارة المحبة في الله الله أكبر نياس حرارة المعانقة في الله حرارة مساورة في الله تبارك وتعالى هذا الوفد القادم إليكم من غرب إفريقيا حقاً وفد فيه علماء فيه ناس كثيرون سيتكلمون معكم هذه الأيام قادية وستسمعون إن شاء الله ما يوفق الله به القلوب الخير إلى التنامي الباطل وإتباع الهواء الله أكبر الناس يستغفرون ثم يذهبون ويقتلون كيف ذلك؟ الناس يستغفرون ويصلون على رسول الله ثم يذهبون ويسرقون مع الوغاية كيف ذلك؟ لا يجب لأننا اخترنا الشيطان على الله وإن الشيطان ينزع بينهم إن الشيطان الإنسان عدو فهذا العدو لا يجب أن نسلمه أنفسنا يجب أن نمانعه أن نمانعه كما أمرنا الله تبارك وتعالى أن نمانع الشيطان لأنه عدو لا يريد بنا الخير يريد بنا أن ندخل جهنم معه ويقول يوم يدخلنا ما أنتم بمسترخية إني كفرت بما أشرقتموني كنت معي في الجحيم ومن المشاركة معه هو القتل بغير زن سرقة أموال الناس الكذب كل هذه الأخلاق ليس إلا من نفس فاسبة لأن النفس أمارة بسوء فلهذا نتبع مشايخنا حتى يربوا فينا نفوسنا ويربوا قلوبنا ويهذبون أخلاقنا ويعرفوا كيف نتعامل مع غيرنا بالمحبة وبالتقاء ولو كان كافراً لأن هذا ما أرد الله ما أرد الله إن الذين من الكافرين لا يظلمونكم ولا يتعدون عليهم خذوهم أصدقاء خذوهم متعاملين معهم أما الذين يتكابرون عليكم ويكيدونكم هؤلاء ابتعدوا عنهم وقاتلوهم إذا قاتلوكم والسودان له أعداء ربما السودانيون لا يعرفون من هو هذا العدو هذا العدو يريد أن يمحو السودان من الوجود الله يريد أن يمحو السودان من الوجود لأنه يعرف قدرة السودانيين عظمة السودانيين علم السودانيين عظم السودانيين يعرف ذلك وأنهم إذا وجدوا فرصة لإستعمال هذا الذي يملكونه من الله تبارك وتعالى سوف ينتصرون عليهم وسيقودون إفريقيا إلى مهو الله أدلو هذا العدو يريد أن يقرمكم ذلك فإذا هذه الأشياء التي نرى أنها من القبيلة إلى الله أكبر من ذلك إنما هو مكر عدو قاس لا يحبون الإسلام ويعرفون الخطرة سودان إذا وجدوا مكانته الحقيقية في هذا الوجود سوف يكون دولة قائدة بعلمائها بفقهائها برجالها بأوليائها حتى بعلمائها الفيزيائيين كل موجود في سودان بكثرة كثيرة ولكن الاستعمار وعدو الإسلام وعدو السودان لا يحب أن يظهر هؤلاء إلا طوائدهم لا يحبون لهم الاستقلال لا يحبون لهم الحرية يكونوا طوائدهم عتى يستخدمونهم لمصلحتهم ويعزوا بلادهم ماذا نقول الله؟ لماذا نقبل هذا؟ لماذا نقبل؟ فلنحب بلدنا فلنحب وطننا لأنه هدية من الله إلينا الله هو الذي أهداك أن تكون ولد السودان وأهدا السودان أن تكون رأة التي تُمَذِ فيها هدية من الله هدية الله لا ترفضها اقبله اقبله بمحبة اقبله بالإنسانية الرفعة اقبله بالكمال اقبله بالتعاون والترك القتلة لأنه لا يرى هم تقتلون أبناءكم وهم يربون أولادهم الله أكبر فإذا أولادهم يقبلون ويحسرون ويملكون وأنتم قتلتم أولادكم أو قتلتم إخوتكم قتلتم أخوالكم قتلتم أباءكم لماذا؟ لمصلحة من؟ الله أكبر ليس لمصلحة السودان الله أكبر إنها مصلحة الذي يريد أن يمحو السودان من الوجود بأيدي السودانيين كما يحاول لا تخبروا هذا ارفضوا هذا كونوا كما أنتم هذا البلد الذي نعمل فيه اليوم لو لا ما نعرفه في التاريخ دور الذي لعبه في نشر العلمي ونشر كل خير ومن ورسطة هذه المدينة انتشرت إسلام إلى أغربي والإفريقية بالصوفية بالصوف الإسلامية هذا المدين لماذا تضيعوه؟ اتباعاً للشيطان وإتباعاً للشحوات نفسكم وأهوائكم لماذا؟ وستحسبونا يوم القيامة عليكم الذين يفعلونه إذا دخلوا مع إبليس في جاندمة إبليس سيقول ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت بما أشرتموني من قبل إن الظالمين لهم عرابون أليم كفرت وترعتموني في كفري وأشرت وترعتموني في شركي إذا فنحن مصرورنا واحد لا تقبلوا هذا لأنفسكم الله أقرمكم بالإسلام يقبلوا الإسلام الله أقرمكم بالمحبة أولياء الله الصالحين يقبلوا هذا الله أقرمكم بالتجانيتي يقبلوا هذا ولا تتركوا هذا لمن؟ لأمريكا؟ لفرنسا؟ لبريطانيا؟ والأعداء العظام للإسلام والذين لا يألون جودا في محاربة الإسلام هنا في دارفور وهناك في سنغال في كورا لأن الشيطان لا يذهب إلى الذين فصلوا لا خلا سمتا سلوهم لا يعطى ولكن الذين يذهبون إلى المساجدين الذين ينسون إلى مجالس ذكري هؤلاء هم الذين يحاملوا الشيطان معهم فلا تتركوا الشيطان السبيل إليكم فتحلكم هنا عند الله وتألكم شعبكم وإن شاء الله في الأيام القادمة سوف نتوسعه في الحديث الأكثر من ذلك وإلا الدعاء وشكرا على الاستقبال العامل الذي يجعلناه مزاك الله في الله الدعاء لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا لغة يا لغة يا لغة يا لغة يا لغة يا لغة أنزلاح شكرا على المشاهدة يا لغة يا لغة يا لغة